السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معنا فكرة جميلة من علب البلاستيك اللي موجودة عندنا وهنفزها مع بعض الاول انا عملت علامة من النص مستطيل رفيع وقصيته غلفته بالفوم جليتر من فوق وان شاء الله قصيته كمان معاكم اهو وغلفت كمان العلبة بالفوم جليتر ده شريط انا عملته على شكل منحنيات كده ولزقته كمان تحت هعمل دوائر صغيرة ولزقها على الجنوب كمان هم هي بتمنى اكون الفكرة واضحة معي هي دوائر بسيطة كده صغير على كل الجوانب دلوقتي انا برسم دائرة صغيرة كده وهعمل جوها دائرة هعمل جوها وردة بحس ان انا اقص وردة صغيرة تغيرها وهعملها معاكم على هعملها بطريقة كده تعمل من تحانة بيها تعمل منحنيات بيها على اهو هنقصها مع بعض على شكل منحنيات اه بتمنى ان كانت تبقى الصرق قريبة شوية بس يارب تكونوا فهميني نعملها كده على المكوعة بحيث ان هي تبدأ تعمل الانحنقات بتاعة الوردة هي كده هي بتسيب بنفسها كده الورقة اول ما بتنزل من على المكوعة ونبدأ اينا نعملها مع بعض نلزق بها بالشكل اللي احنا نحبه يارب تكونوا الفكرة واضحة بالنسبة لكم الفم ما شاء الله بيعمل اشكال حلوة كتير انا قصيت ورق على من الفم باللون الاخضر ورق الشجر او ورق الورد والوردات الصغيرة دي كنت مجاهزة برضو معي وبرضو عملها على المكوعة زي ما حضراتكم شايفين بجد ايه الفكرة حلوة وعجبتني بجد اول ما خلصت ما كنتش هتوقع ان هي تبقى معي بالشكل ده او توصل معي للدرجة دي حطت بعض من اللوليات الصغيرة كده هي لو كانت اللوليات اصغر شوية كان بقى احسن بس هي دي اللي كانت موجودة عندي في الوقت ده وكده خلص خلصت الفكرة معي يا رب تكون عجبتكم ويا رب ازا عجبتكم كده تحطوا لي شير و لايك علشان يوصلكم من كل جديد ويا رب علشان حتى تعمل فايدة ونستمر مع بعض او كده انا بحط فيها بقى المناديل ويا اصبحت كده علبة للمناديل يا رب اكون واضحة معاكم هي الفكرة سهلة وبسيطة ان انا غلفتها بس بالفوم وعملت لها الوردات الصغيرة دي وعجبتني او او في النهاية وشوفوا حضراتكم دي بعد ما خلصت يا رب يكون عجبتكم وده على فكرة البفاظة دي انا اللي عملها كمان وان شاء الله عملها لكم بعد كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته